الى العالم الافتراضي يتوجه أطباء الأسنان توث بيك منصة جديدة تختصر المسافات بين أصحاب المهنة والمعنيين بها وتسمحوا بتسهيل مهام الأطباء العرب وتوفير المواد والمستلزمات لهم هو ابتكار يجعل الخدمات الضرورية في متناول الجميع بسهولة وفرتها المنصات الإلكترونية للمزيد حول هذا التطبيق ينضم إلينا طبيب الأسنان وائل البزري وهو من مؤسسي هذه الصفحة دكتور أهلا وسهلا بك معنا بداية إذا أمكن أن تخبرنا ما هو التوث بيك أول شي شكرا لإستطافتكم إلنا توث بيك هو بلاتفورم تكنولوجيا موجود بسوق طب الأسنان حاليا موجود بلبنان وبمصر والإمارات وبكتر هذه التكنولوجيا تجمع هذا السوق بمحل واحد نعطي مستوردي أطباء الأسنان مواد أطباء الأسنان تكنولوجيا بيقدر يفوتوا عليها كل الابداعة كل أنواع متطلبات سوق أطباء الأسنان بيقدر دكتور أسنان يفوت على محل واحد على التلفون على أبليكيشن بيعملها داونلود ويتواصل مع هالعالم الافتراضي كله بمحل واحد كل مستورد بكل الدول بيقدر يفوتوا على التكنولوجيا ويتصلوا بهالعالم الافتراضي ليه شو المشكلة اللي صارت حتى كان في ضرورة للجوء إلى هكذا يعني تطبيق ما الذي كان فيه أصلا من صعوبات حتى يتم توجه إلى توث بيك لتسهيل عمل طب الأسنان صح، الحاجة أم الاختراع دايماً نحن بحاجة للتواصل والتواصل هي مشكلة أساسية موجودة بأي مهنة كترة الشغلات بتخلي الإنسان يعني يكون بحاجة لطرق وسائل التواصل الأحسن فبسوق طب الأسنان ما لدينا سوق مشترك ما بنعرف كل الابداعة الموجودة بالسوق ما بنعرف كل المواد الموجودة وبقولوا تلتين المعالمين المواد فإذا نقدر نعطي هذه الشفافية نفوت كل المستوردين على محل واحد يقدر دكتور أسنان يفوت ويتصل بكل هذه المواد ويقدر يطلبها وتوصلوا بطريقة سهلة وسريعة وأسرع فهذا تقدم هذا التواصل أكيد بحسن الخدمة وبالنهاية دكتور أسنان هو طبيب للشعب كله أربع تاريف حكيم أسنان بحكم أربع مليون نسمة فإذا طورنا الطب ووصلنا المواد الصح بالطريقة الصح والسعر الصح فأكيد الطب الأسنان بتطور والمريض بيحصل على خدمة حصل طيب لما الكل بيصير عنده إمكانية للحصول على كل هذه المواد كيف بعد ممكن المريض يعرف أو يميز بين دكتور شاطر ودكتور مش شاطر طالما القصة تعتمد على المواد يعني بهذه النسبة الكبيرة وما بقى فيه منافسة إلى حد ما ولا لا فيه بدل بها المهنة دايما بالمواد عندك تفرع كتير كدير يعني مثل نخد واسبيله في المسال بالسوبر ماركت فيه كزا أنواع نوع نوع مية نفس الشيب طب الأسنان فيه عندك أنواع كتير من المواد فدايما أي التطور المهني ما بيقف بس على المواد المواد ركيزة أساسية بس أكيد التطور الــــــــ Fußball الــ Tabーム والطرق الجديدة بالطب والعلم بتطورت هذه مع استعمال المواد المناسبة بتعطي الدكتور ناجح وبتعطي ثقل المريض هؤلاء العوامل كلهم يلعب دور البيع وكيف ممكن هذه الصفحة أيضا يستفيد من المريض كيف ممكن يتابع هذه التقنيات وكيف ممكن تفيده سواء لناحية المعرفة والمعلومة ومتابعة ما يقدم له الطبيب من خدمات أم حتى لمساعدة نفسه فيه بهذا التطبيق معلومات صحية ممكن يستفيد منها لمعالجة نفسه بنفسه أو متابعة بعض الأمور اللي تخص صحة أسنانه حلو أكيد المريض أساسي ولكن نحن بتوثبيك بس أبلشنا ركزنا على السوق المهني تبع طب الأسنان يعني عالم البزنس بي تو بي تبع طب الأسنان ليه؟ عشان إذا نقدر نعطيهم المواد المزبوطة والكونتوني أدوكيشن المزبوطة كل العالم الإفتراضي بصير هون أكيد الخطوة الثانية نصل للمريض نقدر نعلمه أكتر نعطيه نكشفه على معلومات أكتر على وسائل أكتر تطور أكتر وترانز أكتر بعالم طب الأسنان وأكيد هذا الشيء بهم كل مريض موجود فأكيد هذه الخطوة اللاحقة بيقدر يستفيد من المريض ولكن اليوم نحن بهمنا أول شيء نبلش بالأساس لهو السوق العمل تبع دكاتر أطب الأسنان العالم الإفتراضي كله يكون موجود يكون ماشي بالطريقة الصح وأكيد وصلين للمريض وهناك فيه نأسر فيه أكتر طيب بس سؤال سريع دكتر وائل اليوم لما بينترح لطب الأسنان دونا عن غيره ربما هكذا تطبيق هل نستطيع أن نقول أنه نحن مش أمام طب كطب فقط بالأسنان لأنه صار اليوم بعالم الأسنان شيء تجميلي أكتر ما هو شيء صحي وأمور تتعلق بالأمور الطبية الطبية اللي لها علاقة بالصحة والوجع وغيرها هي أكتر تجميلية وهوليوود سمايل وكثير صار له متفرعات أنت أدرا فيها وأسماء واختراعات جديدة لهذا درجة أصبح عالم تجارة سراحة يعني دايماً في شيء إيجابي وشيء سلبة بكل شيء نحن عم نطلع على الإيجابيات الإيجابيات أنه صح طب الأسنان تفرع صار فيه اختصاصات كثيرة ولكن جزء كبير مننا هيدا هلف كير بروفايدر هيدا منه هاي عم يهتم بالشؤون الصحة العامة وهيدا بداية الاهتمام بصحة الإنسان فأكيد الشغلات التجميلية هي شيء إلكتف شيء زيادة بس ما ننسى أنه على توثبك كمان فيك تشوفي كل مواد الجراحة البنج المواد الأساسية التي تستعملها التي تعملي يعني الخدمة المزبوطة مش بس التجميلية الأساسية فعندك 50% أساسي وعندك 50% إلكتف أكيد الحاب بيطور حاله بالإلكتف بيقدر ولكن الأساس هو الصحة العامة والمواد المزبوطة هذه كلها بتطوير كل الشكر لك دكتور وائل البزري الرئيس التنفيذي لشركة توث بيك شكرا لك مشاهدين نظرة سريعة على هذه الصفحة في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة